السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلبة الأعزاء أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في درس جديد لمادة اللغة العربية لطلبة الصف التاسع مهارة الكتابة بعنوان وصف موقف عزيزي الطالب تناولت في درس القراءة دارنا الدمشقية أساليب الوصف التي استخدمها الكاتب في وصف الزمان والمكان وكذلك الأحداث وصفا مفصلا يجذب القارئ ويشوقه وكأنه يعيش الموقف بتفاصيله وكثيرا ما تمر بنا مواقف نود لو أننا نخلدها لأثرها الكبير فينا وهذا ما سنتعلمه في درسنا لهذا اليوم يتوقع منك عزيزي الطالب في نهاية هذا الدرس أن تكون قادرا على إعداد مخطط بنائي للموضوع محددا السمات الأسلوبية للنص الوصفي ويتوقع منك أيضا كتابة وصف متكامل لموقف مرة معك موظفا علامات الترقيم وأدوات الرط المناسبة عزيزي الطالب ننتقل الآن إلى الكتاب المدرسي افتح كتابك صفحة مائة واثنين كثيرة هي المواقف والأحداث التي تمر في حياة الإنسان ولكن بعضها يترك أثرا في النفس يصعب نسيانه اختر أحد هذه المواقف واكتب عنهم وراعيا ما يأتي اطلع مع معلمك على نماذج في وصف الأحداث والمواقف واستخلص منها أهم الخصائص البنائية والأسلوبية وعليك عزيزي الطالب استحضار الحدث بتفاصيله وتدوين أهم الأفكار الرئيسة ثم ضع مخططا للموضوع بناء على هيكله العام ورتب الموضوع بشكل واحد إما بالانتقال من العام إلى الخاص أو بالتسلسل الزمني صفة تفاصيل الدقيقة لعناصر الحدث كالزمان والمكان والشخصيات وظف المجازة والمفردات الموحية والأساليب اللغوية في النص استخدم أدوات الربط وعلامات الترقيم المناسبة والتزم السلامة الإملائية والنحوية ونناقش معا فقرة مرت معك في درس القراءة لنقف على السمات الأسلوبية اقرأ معي عزيز الطالب الجمل الآتية وأعد مسامير أبوابه أستطيع الآن أن أعد بلاطاته واحدة واحدة وأسماك بركته واحدة واحدة ما المشترك بين الجمل الثلاث؟ ألا توافقني الرأي بأنها ذكرت بعض التفاصيل؟ وهذه هي السمة الأولى فمن يصوغها معي أحسنت أن يغلب عليه طابع التعمق وذكر التفاصيل فكر عزيز الطالب في المشترك بين الكلمات الآتية قضيتها عندي أستطيع أغمض أستعيد أمامه فما نوع هذه الكلمات؟ إجابة صحيحة إنها تتوزع بين الفعل الماضي والمضارع وظروف المكان وهذه هي السمة الثانية فمن يصوغها لي بشكل سليم؟ أحسنت استخدام الفعل الماضي والمضارع والظروف الزمانية والمكانية وبقراءة هذه الجملة كأنها رسالة حب قادمة من السماء ما الأسلوب الذي وظفه الكاتب هنا؟ إجابة رائعة وظف أسلوب التشبيه وهذه هي السمة الثالثة فمن يصوغها لي؟ أحسنت رائع استخدام التصوير والمجازي والتشبيه دقق النظر معي في هاتين الكلمتين تساقط بيضاء وحد الدلالة كل منها أتدل على الحركة أم اللون أم الحواس؟ أحسنت كلمة تساقط تدل على الحركة وكلمة بيضاء تدل على اللون وهذه هي السمة الرابعة فما هي؟ بارك الله فيك استخدام المفردات الدالة على الحركة واللون والحواس أما جملة كان الصديق والواحة والمشتى والمصيف فما المعنى الذي نستوحيه ونستنتجه منها؟ نعم نعم بارك الله فيك وصف المشاعر والأحاسيس لاحظ معي عزيز الطالب ما العلاقة اللغوية التي تربط المشتى والمصيف؟ أحسنت إجابة صحيحة إنها التضاد وهذه هي السمة السادسة تنوع الأساليب والمحسنات البديعية وننتقل الآن إلى مخطط تنظيمي يساعدك بترتيب أفكارك عند كتابة موضوعك ففي المقدمة نمهد بذكر الزمان أو المكان أو ما يناسب الموضوع وفي العرض عليك أن تراعي وصف الموقف بذكر التفاصيل وأن تستخدم لغة غنية بالصور الفنية والمحسنات اللفظية والمعنوية مع الاهتمام بوصف المشاعر التي غلبت على الموقف من سعادة أو حزن أو خوف أو قلق وفي الخاتمة نذكر العبرة والفائدة أو الأثر السلبية أو الإيجابية من الموقف وننتقل إلى نموذج يحمل صفات النص الوصفي أعرض عليك عزيز الطالب جزءا من موقف والمطلوب منك أن تستفيد من طريقة الوصف في هذا النموذج وانتبه عزيز الطالب أن لكل موقف بداية ونهاية نموذج لنص وصفي فصل الشتاء يتنهى إلى الأذن صوت طرقات حبات المطر العذبة على حواف النوافذ مشكلة أجمل الإيقاعات وتتصاعد أبخرة المشروبات الساخنة اللذيذة لتملأ أرجاء المنازل فلا يخفى على أحد أن الشتاء حل ببرودة طقسه ودفء طقوسه وأجوائه يحل الشتاء فيأتي كأنه بلسم يطبب الأرض فيسقي غيثه الصاف الأرض ونبتها حتى يخالها الناظر تهتزم تراقصة من الارتواء في الشتاء تبدو الطرق المبتلة وأضويتها المنعكسة وشح السائرين فيها شديدة الفتنة والجمال وعلى الرغم من جمال الأشجار المورقة في فصل الربيع والمثمرة في فصل الصيف إلا أن لأقصانها الخالية من الأوراق شتاء منظرا جماليا خاصة لا سي ما عنده طول الزائر الأبيض فثلج الشتاء حكاية أخرى مليئة بالدفء والحنين تتساقط الثلوج فتسكن الأرواح وتشعو النفوس بالسكينة تيمنا بلونه الأبيض النقي المريح فيما لا تغمض عيون الأطفال بانتظار حلول الصباح لينتشروا ويلعبوا ويلهوا مع بعضهم البعض في الأزقة والشوارع والساحات ويرحبوا بهذا الزائر البهيج بطريقتهم ولنستنتج السمات الأسلوبية من خلال هذا النص فما السمة الأسلوبية التي تعبر عنها الجملة التي تحتها خط أحسنت إنها تعبر عن استخدام التعمق وذكر التفاصيل وما السمة التي تعبر عنها الكلمات المخطوط تحتها إجابة صحيحة إنها تعبر عن استخدام الأفعال الماضية والمضارعة وما السمة التي تستنتجها من هذه الجملة يحل الشتاء فيأتي كأنه بلسم يطبب الأرض أحسنت بارك الله فيك إنها استخدام التشبيه والمجاز والتصوير وأما سمة توظيف مفردات دالة على اللون والحركة والحواس نستنتجها من الكلمات الأبيض ينتشر يلعب يلهو من يذكر لي أمثلة أخرى؟ أحسنت تعتبر كلمة تتساقط دليلا على الحركة أما سمة وصف المشاعر والأحاسيس من يأتيني بدليل على استخدامها؟ أحسنت فثلج الشتاء حكاية أخرى مليئة بالدفء والحنين وأما سمة توظيف الأساليب اللغوية والمحسنات اللفظية والمعنوية فتتمثل في الكلمتين الشتاء والصيف والآن عزيزي الطالب بعد هذا الشرح الوافي قم بإيقاف المقطع وابدأ بكتابة مسودة للموقف الذي اخترته وتود الكتابة عنه موظفا ما تعلمته من السمات البنائية والأسلوبية ومراعيا علامات الترقيم وأدوات الربط المناسبة قم عزيزي الطالب بتقييم موضوعك بناء على المعايير الآتية وضع إشارة عند المستوى الذي تحقق في موضوعك فكم حققت في معيار اختيار الموقف والوقوف على تفاصيله وعناصره متوافر بشكل كبير؟ أم إلى حد ما؟ أم غير متوافر؟ وقس على ذلك بقية المعايير وفي ختام درسنا نرجو منك عزيزي الطالب كتابة الموضوع كاملا ثم أرسله إلى معلمك وذلك بعد أن أصبحت قادرا على إعداد مخطط بنائي للموضوع ملتزما بالسمات الأسلوبية للنص الوصفي وأصبحت كذلك قادرا على كتابة وصف متكامل لموقف ما مراعيا أدوات الربط وعلامات الترقيم بصورة مناسبة ترجمة نانسي قنقر